حظي افتتاح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب للاستبلات الجديدة للأهالي باهتمام كبير في الوسط الرياضي ليكون أحد أهم الشواهد لإعداد الجياد في المملكة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذه الاستبلات ستكون عاملا رئيسا في مواصلة تطوير رياضة القدرة في ظل الرعاية التي تحظى به هذه الرياضة العريقة من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمامي ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظرة بعيون يسودها التفاؤل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفقري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة رسمها سموه في تطوير رياضة الفروسية وتقديم كامل الدعم لاستبلات الأهالي في المملكة تؤكد المسيرة النجحة التي تشهدها هذه الرياضة بفضل رؤية سموه قبل عامين من الآن وتحديدا في نوفمبر 2020 جاء إعلان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإنشاء استبلات خاصة للاستبلات المحلية للأهالي بمثابة الخبر السعيد الذي ينتظره جميع منتسبي رياضة الفروسية ليرى هذا المشروع الضخم النورة بعد عامين كاملين من العمل المتواصل والدراسة الكاملة لهذا المشروع الضخم الذي سيعود بالنفع على الاستبلات المحلية وعد سموه وأوفى وظهر جليا وعد سموه برؤية الحلم على أرض الواقع عبر بلورة هذا الوعد لنجد البهجة على وجوه ممثلي استبلات الأهالي وهم يقفون اليوم أمام فرصة مثالية للمساهمة في مواصلة تطوير رياضة الفروسية سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي يجعل الآخرين يثقون به تماما فعندما يعد سموه يفي بوعده أساسه المعدن الأصيل الطيب يحمل سموه صفات فن اتخاذ القرار الذي يخدم القطاعين الشبابي والرياضي فمواقف سموه كثيرة لا تعد ولا تحصى كيف لا وقد حول سموه الطموحات والرغبة إلى واقع ملموس المنشآة الحديثة والجديدة نموذج في توفير البيئة المتالية والمتميزة القادرة على استيعاب الجياد وتطوير استبلات الأهالي حيث تبثل جانبا مهما وفصلا تاريخيا من فصول تاريخ الرياضة البحرينية في ارتقاء المنظومة الإدارية والفنية للاستبلات المحلية لتكون هذه الاستبلات حضنة ليواي أكثر من 192 رأسا من الجياد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة